خلينا نروح للتدعمات السندي للنادي الأهل بما أننا نتكلم على تدعمات هنا فنروح لتدعمات النادي الأهل تدعمات النادي الأهل حتى الآن هي تدعمات قليلة ولكنها هادفة برضو أنت حفظت على المجموعة اللي عندك دورت على الأماكن اللي ممكن أن أنت محتاج فيها دعمه زي ما كنت نتكلم وقال والفترة اللي فاتت هو الحوار اللي موجود أكتر في النادي الأهل هو فكرة رأس الحربة أن أنت إزاي تجمع فيلافيو مع متعب في جملة واحدة أنت عندك لعيب يعرف يشتغل مع اللعيب برات 18 ويقدر يتعامل جوه 18 أنه يترجم تعب زميله أنه يحرز أهداف فيلافيو في سنة كان هدف الدوري تاني سنة كان متعب أو متعب كان هدف الدوري بعد تاني سنة كان فيلافيو كان دايما تلاقي هدف الدوري من النادي الأهل أو كان في فترات لما كان يغيب الهدف تبع عرف أن أنت عندك عندك مشكلة أول توزيع الأهداف كان على كل اللعيبة أنت عملت إضافة لجناح ريدا سليم لعيب كويس جدا كل الأخبار اللي جاية من المغرب ممكن أنا سمعت قريب كابتن طري مصطفى بيتكلم عليه هو مدرب في الدوري المغرب بيتكلم عليه كويس جدا وطري من المدربين كويسين جدا أكيد نفس الكلام لإمام عشو وإمام ظاهر لكل الناس سواء كان في نادي في ميتلند أو هنا في نادي الزمالك أو في منتخب مصر نفس الكلام برضو إضافة قوية لنص المرعب أنا أقول إن إحنا ممكن افتقدنا شوية لحمد فاتحي لكن برضو مرعان عطياء إضافة كبيرة في شهر واحد من نادي الاتحاد عودت برضو صلاح محسن كريم ندفد كريم أنا بشوف كريم من طبعا أكيد من الناس مش عايز أقول بقى من الولاد اللي كان معنا متربج هو النادي الأهلي لا خلاص كيف يعني أه لا لا كريم بشوف من اللعيبة اللي كان عنده يعني جزء من الحظوظ اللي هي أسلام اللي هي يعني مش محظوظ بالحظوظ كافية اللي هي كان يبقى موجود في النادي في الوقت اللي كان فيه كويس جاءت الإصابة أخرته شوية وبعدين دلوقتي إن شاء الله رجوع السنة دي يقدر يخليه عنده ثقة أكتر ولو خد ثقة كمان ثقة الجهاز الفني أو دوله ثقة للجهاز الفني أظن نحن نكسب كمان لعيب مهم في نص الملعب حتى كمان توظيف اللعيبة وأنا يمكن الكلام ده يعني كلمت فيه أكتر من مرة تغيير مش هقول تغيير طريق اللعب دائما الناس متعودة النادي الأهلي في الجزء الهجومي أربعة اتنين تلاتة واحد النادي الأهلي مع جميع مستر كولر لأربعة تلاتة تلاتة بواجبات للناس اللي في نص الملعب مين بيهاجم مين شوفنا حمد فاتح يدخلوا الجوة الثمانتاشر إحرازوا الأهداف تطور في أداء دي يانج في نفس الكلام لمرار عطية في نص الملعب لأطراف الملعب حسين الشحات بيرستاو ما كانش برضو بالتوهج ده في السنة اللي فاتت حسين رجع تاني ليش أولي مستوى لا لأفضل كمان من المستوىات اللي كان بيقدمها برضو وجود كهرباء لكن انت الجزء اللي هو الأمامي ده الجزء اللي هو اللي انت بطول أنا محتاج فيه راس حربة يعني لما مكانش موجود راس حربة كنت بتقدر توظف كهرباء كهرباء أصلا جناح أو طرف ملعب لما يلعب راس حربها ممكن يكون آه بيقدها لك وبيحراز أهداف لكن برضو محتاج أن انت يبع عندك راس حرب صلاح صلاح برضو نفس الكلام برضو من الناس اللي ممكن يلعب جناح وممكن يلعب راس حربة زي شريف لما كان موجود خاصات كمان انت حسام حسن خلاص انت سبت حسام حسن وشادي حسين وأخيرا كمان شريف فانت اه رجعت صلاح لكن برضو صراح مش هول ان هو المهاجم اللي احنا بكلم فيه في المواصفات الكبيرة دي لكن هو خليط ما بين جناح وانا لو المكان ده فاضي وانت عايز تستعين بيه بصلاح هتقدر لكن برضو انت محتاج مع ضغط المتشاط اسلام والبطولات اللي عليك لا انت محتاج المواصفات بقى اعماد يعني هو انا دلوقتي وائل قال لي من الواضح انه وائل جمعة عايز راس حربة بمواصفات سبت اللي هو راس حربة تارجت احنا عندنا في روس الحربة انت بتقول حكتين ما قال اما راجل هيلعب جوه السندوه بس او راجل هيناسب مستر كولر ان هو يقدر يلعب بره السندوه جوه السندوه انت في المشاركة مع زميلك والفرب بتبني زي ما بنشوف لعيبة كبيرة وانديها كبيرة راس الحربة مش دوره هولند امتى ينزل يشتغل مع لعيبة نص الملعب وامتى خلاص هو مركز بس تغيير برنا يعني هولند مثلا في مانشستر سيتي تغييرة كبيرة جدا من راس حربة اللي قابله انا مش فكرة لا من اجوره لا من فكرة مدرب ما عندهوش رقم تسعة عاصلاء يعني اجور دولة في السياسة وما كانش عنده رقم تسعة صح لكن هولند ما ينفعش حد يسيبه او ما ينفعش الراجل ده ما يتعمل لهوش بس ده تغيير فكر ده قصدي مدرب وده خلينا ده هنخش معل جزء المدربين ده مدرب بيحدث من نفسه دايما يا ده راجل شوية بيحاول ان هو يسيبه دايما الناس يا وبيغير دايما من الافكار يا لكن احنا بقوله احنا بتكلم على احتياجات النادي الاهلي وهو الحقيقة كويسة جدا يعني النادي الاهلي هو اللي اضافة لأي لعيب هايبه موجود طب المواصفات اللي انت احنا بديتكلم عليها ازاي لعيب يقدر يجمع عليه اللعب ازاي تقدر تطلع عليه كمحطة ازاي يقدر يساعدك ان الكرة ما تروحش للراس الحربة بعدين انت بتفقد الكرة بسهولة ده المواصفات دي موجودة في العيب اه موجودة في العيب زائد ان هو اساسا عشان راس حربة فبيعرف يجيبه جوان عنده القدرة التهديفية عالية يعني نسبة احراز الاهداف لما تحط له نسبة التوقع لحراز الاهداف ما ينفعش تبقى اثنين من عشر لكن تبقى تقدر تقول تمانية من عشر تسعة من عشر ليه لا مش عشر من عشر ان كلما نسبة التهديف بالنسبة له اعلى كلما انت بتقول ان انا في مباريات انت ممكن مش اقول عدد الفرص فيها اولايل لكن مع العدد الفرص الولايل يقدر يترجم لك لمكسر او لهدف ولكن لو ما فيش راس حرب اللي موجودين خلاص هتشتغل بهم وممكن تبتدي دي الموسم من غير راس حرب سنة اللي فاتت هتبتدي من غير راس حربة او لا كان عندك روس حربة وما شاركتش او كان عندك وما شاركوش لا اللي شارك ما نقولك ما هو كهرباء مش راس حربة صريح ومين اللي كان موجود راس حربة سنة شادي لكن اللي كان بلعب مين رقم واحد كان بيبت كهربة كهربة وبعدين بلشتاو كمان كان بيحطوا لعب انا قلتلك هو كان فيه استنساخ ثلاثة وراهم ثلاثة يعني انا قبل كده قلتلك تقريبا في مداخلة معك كان فيه ثلاثة وراهم ثلاثة لعيبة كمان يعني انت محضر في الجزء الامام انه ستة لعيبة عشان بلغة الكرة ما تعتالش دينا ما تقعش منك طاهر وعبدلادي فانت مجهز ستة زي ما انت برضو دخلت على نص الملعب لا انت برضو كان مجهز عدد ليه الناس كانت بتتكلم على افشا ان ممكن كان جيه وقت مستوى نزل وبدلوقتي تقدر تقول ان افشا مستوى رجع مرة تانية التوظيف واللي مطلوب منك واداءه انه وقت زي يقدر يرجع نفسه تاني العيب بتلعب موجود في نادي الاهلي العيب كبير خدت بطولات مع النادي العيب بتروح منتخب مصر وارد ان انت مستوىك ينزل شوية لكن ممكن مع المساعدة او المساندة من مدربك وزميلك تقدر ترجع تاني افضل كبير افضل واحنا انا شفت بيرسيتاو الموسم اللي فات ده مختلف تماما نسخة جديدة تماما هل شحات بيرسيتاو ديانج كتير العيب لكن انت جهزت كان حمدي فاتحوه موجود مروان ديانج هفشا فخري كوكا بدلا بيبع عندك تلاتة السلية مع انا عرفت النهار دا انه هو اتصاب اتصاب مع اصابات كمان السنة اللي فات لكن انت غياب السلية انت ما كنتش حس ان فيه لعيب مهم زي عمر السلية في نص الملعب صحيح انه هو انا بلك عودة اكرم توفيق وكمان اه ربنا نابل تورايب اكرم بسم الله ما شاء الله ويرجع ان شاء الله يبقى 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 اضافة سواء هنا او هنا وكمان غياب اكرم بدك هاني الموسم اللي فات برضو بالنسبة له موسم السلسناء يعني واحدة من حاسب نوعه مظلومين السلسناء اللي فات لا هاني انه الناس كانت بتنتقدوا في اوقات صعبة ولكن هاني الحقيقة موسم السلسناء صراحة وشال مسئولية كبيرة ودهك في انه هو كمان شال شرط يعني ان انت تبقى قائد للنادي الاهلي دي حاجة ومسئولية كبيرة جدا صحيح وكان في وقت صعب وانت تحس بدور القيادة اللي موجود في هاني لان انت عارف ان في حياة لازم تتورس هي هتنزل مثلا كان الشناوي كان ايمن اشرف كان وليد سلمان قبل ما يبطل العدد انت عارف اسم جوه قط لبس اللي هو خمسة جبار غير ما يبو ستة غير ما تبقى سبعة غير ما احنا كان عشان كده بقول احنا الموضوع بالنسبة لنا مختلف نسن واحد تقريب عشان كلنا قريبين من بعض فانت كان كله جيل خليبانك وانا بقولك من ضمن الحاجات اللي مخلية الجيل ده بتاعكم موجود فيه كل الناس وقريبين من بعض احنا كلنا كنا بنلعب منتخذات مع بعض تقريبا